اهلا بكم في مشاكل الناس اللي ما بتحلش مصر زي ما قلنا ان احنا المشاكل دي بتوصل على الرقم بتاع الواتس ده وبتوصل على الصفحة بتاعت برنامج مصر النهاردة اللي هتشوفوها برضو وبتوصل على الصفحة بتاعتي علي ما كانش اه هيا دي وبتوصل على الصفحة بتاعت الهيا دي ناخد اول رسالة على طول عشان وقت لان الرسالة كتير جدا الرسالة اول رسالة بتقول المصر اليوم حاطت العنوان ان رئيس سيمينز بيقول ان مشروع القطر السريع هيوفر 15 الفرص عمل ده كلام يقوله مدير ادار الامدار والتموين مفيش مدير الشركة بحجم سيمينز يقول العتا ده لعدة اسباب ايه يعني ايه عشرة 15 الفرص عمل من اصل كم عاطل ملايين طبعا فده رقم هو والعدم واحد اتنين مفيش مشروع بالحجم ده هينفع يتنفس بقادي مصرية خالص لان المصرين ما يعرفوش بس لان فيه عال كده اسمه علم ادارة المشروعات مش هيجي على هوا السادة اللي وقات خاصة فكرة اطبان وسك حديد ومع الالمان دعو الشغل مساحة في منتهى الدقة ما يخرش المية وزي ما انا شايفه شغل المساحة حلو يدوب تعمل بمشروع رنوي في كابول في افغانستان اخرك تلاتة المشاريع بالحجم اللي هيشارك فيها شركات متعدي جنسيات يعني بغرض بفرض ان فيه فرصة عمل فاغلبها مشاريع المصريين المشروع ده تكلفته عالية جدا ومردوده صفر بجد مش بهزار هو بس يخلي حتة من مصر شبه دبي لكن مصر مش الامارات ومش تبقى والمصريين هينبهروا شوية في الاول وشكرا على كده نروح لشكوى واحد صاحب توك توك واحد كان عنده توك توك الحقيقة بيقول انا بعت التوك توك عشان الحي خدوا مني مرتين في شهر واحد وبقول انا لسه دافع غرامة 2100 زائد 100 جراج رد علي وقال لي عدي علي شهر ويومين ادفع 1500 زائد 50 جراج دي مشكلة تانية طيب نروح لأسوان من أسوان رسالة حد بيقول نحن في اهمال من مسؤولين أسوان ونواب ادفو وعلى رأسهم على رأسهم حسن سيد خليل الحرامي هو كاتبه كده والله هو والحزب بتاعه حزب مستقبل وطن حادث شنيع على طريق أسوان الصحراوي تسبب في مقتل 12 شخص حسن سيد خليل استولى على طريق صحراوي الأسوان ونهى بخير المحافظة ده أمين عام حزب مستقبل وطن أرجو فتح المدعو بس رجاء بدون ذكر اسمي للتحفظ استولى على أراضي الدولة اللي على الطريق الصحراوي ده حادث حاجة مش عارف ايه الطريق أسوان خط واحد رايح جاي وطريق سريع كله أسبوع بيحصل حادثة ومحدش عارف أو عايز يتكلم عن سفلتة خط أسوان حسن سيد خليل ده أمين حزب مستقبل وطن الأراضي اللي حط إيده عليها بيستثمرها لحسابه دي رسالة من أسوان من مستشفى 57-57 الرسالة دي جات ننا دلوقتي مستشفى 57-57 لعلاج سرطان الأطفال ما فيش فيها تبرعات بتاتا وللعلم من رمضان اللي فات محدش اتبرع بتاتا لدرجة إن المستشفى وقفت المباني الجاري إنشأها وتخلت عن مرضى المتابعة لعجز المستشفى عن دفع تكاليف العلاج وكمان عندها عجز في أكياس الدم الله أعلم المستشفى بتاخد فلوس من الإعلانات فقط حتى الدكتور محمد الأريال لما عرف إن فيه نقص تبرعات زار المستشفى وتبرع بـ 2 مليون جنيه حتى معظم الفنانين الدائمين التبرع المستشفى سابوها وراحوا مستشفى 500-500 أيوة إيه بقى فكرة إيه بقى مستشفى أنا أول مرة أسمع عن مستشفى 500-500 دي ما عرفش إنت اللي تعرف إيه مستشفى 500-500 دي يا ساد أهلاً السيسي يوجه بالإسراع في تطوير وإنشاء مشروع مععد الأورام الجديد 500-500 أهلاً 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 طيب مش تقول يا راجل طيب مش تقول الجيش أه طلقت إنها بتاع السيسي طيب والنبي يقول الرسالة تاني لعله وعسى بعض الناس اللطيفة أهو حملات التبرع لمستشفى 500-500 المصري توسير الشكوك ده في العرب الجديد صعب أرى يا علي كده مع قدوم شهر رمضان ومع كسرة الحملات الترويجية الحملات اللي تدعو التبرع على خاصة المعاهد والمستشفيات كل ذلك دفع صحفية تدعى مي الجعلي من جريدة الميدان إلى الذهاب إلى موقع مستشفى 55 للوقوف على حقيقة القمر يعني أكيد حصل إنشاءات أكيد أكيد حصل التطوير عنده للأمانة يعني إنما كنا مطولين عشان الراجل ده بيقول المستشفى أصلاً طبع الجيش يعني دي مستشفى رئيس الوزراء سنعيد النظر في مشروع مستشفى لسرعة تشغيله ده بعد كده يعني حصل بقى إيه بقى النظر والحاتم والدكتور حاتم والقاسم عبدالغفاوش عافيق والعميد إشان بكار موسل الهائل عند السرق قطر مسلحة بس خلاص يعني تقف مستشفى 57 تاني 57 لصالح عمل مستشفى لسه جديدة اسمها 500-500 ليه؟ لأن السيسي بيعملها الرسالة اللي بعدها الرسالة اللي بعدها يا حضرات بتقول أهو استغاثها لوزير الداخلية السلام عليكم يا معايا الوزير ده ما يرديش ربنا البنت دي من أوسيم واسمها منال محمد علي سعودي الموضوع بكل بساطة ولد اللي عمل في وشاة كده كان عايز يغتف قبل كده ويغتصبهم جريت منه وراحت عملت له محضر في اسمه أوسيم القضية حكمت على الولد بسبع سنين غيابي بعد كده الولد ده قال لها هتتنازلي ما رضيتش تتنازل كان عايز يغتفها تاني ما عارفش والناس تدخلت وتلمت في الشارع رح طلع سلاح أبيض وضربها في وشاة بالشكل ده عملنا لهم بارح محضر في الاسم وأهل الولد راح للبنت وقالوا لها هتنازلي هو كده كده هيطلع عشان ليهم واحد قريبهم من اسمه ناصر سلامة رجل أعمال ليه علاقة بأعضاء مجلس الشعب في الدائرة وإحنا بنستغيث بوزارة الداخلية تتدخل في الأمر للصعوبة الموقف مع العلم الناس دي مشهورين بالمشاكل والبلطجة ملحوظة العمل كده بيتحمى من راجل أعمال من العائلة اسمه ناصر سلامة دائرة اسم الولد البلطجي سلامة شوقي سلامة نشوف البنت بقى كده البنت اللي تم العزاء عليها بمطوة اللي حاول يختفى البلطجي هي دي دي البنت علي وبيعرض الرسالة هقول لكم الرسالة مرة تانية للتسكير وبيعرض قصدي للصور استغاثة لوزير الداخلية ده ما يرضيش ربنا البنت دي من أوسيم واسمها منال محمد علي سعودي الموضوع بكل بساطة هات الصور بكل بساطة الولد اللي عمل في وشها كده كان عايز يخطف قبل كده بيقتصبهم جريت منه راحت عملت محضر في اسم أوسيم القضية حكمت على الولد بسبع سنين غيابي الولد بعد كده قال لها هتتنازلي مرضتش تتنازل كان عايز يخطفها تاني ما عارفش الناس تدخلت اتلمت في الشارع راح طلع صلاح أبيض وضربها في وشها بالشكل ده بالشكل اللي هيعرضه الاخ علي ده عملنا له محضر في اسم في الاسم اهل الولد راحوا للبنت وقالوا لها هتتنازلي هو كده كده هتطلع عشان ليهم واحد قريب اسمه نصر سلامة رجل اعمال ليه علاقة بأعضاء مجلس الشعب في الدايرة واحنا بنستغيس بوزارة الداخلية تدخل في الامر لصعوبة الموقف مع العلم الناس دي مشهورين بالملطقة حضرة السيد المحترم وزير الداخلية الهمام اتمنى ان حضرتك تاخد موقف جريء وشجاع وتعتبر البنت دي في عرضك البنت دي في حماك دلوقتي وانا منتظر من الاخ ده رسالة تانية يقول لي الى اين وصلت البنت دي نسأل الله لها السلامة الرسالة اللي بعدها انا عضو في جمعية الحرس الجمهوري اسكان تعاوني والجمعية فيها اختلاصات وانا دفعت تمن وحدة من ستة وعشرين سنة يعني من سنة اربعة وتسعين والحد النهاردة مش عارفين استلمها يا خبرة بيض نظرا لوجود اختلاصات وتلاعب بين اعضاء مجلس قدارة الجمعية ويوجد حكم جنائي على احدهم ولم يتم تنفيذه لانه ردبة كبيرة وطبعا حسب طلب بلحة لانهم حرس جمهوري كل ده في مشروع الغرداء واحد ولا يمكن ولا يمكن رد الوحدة او استلام المبلغ او بيعها وممنوع الكلام في هذا في هذا الموضوع يعني ممنوع الكلام فيه نهائيا وتم تغيير اسم الجمعية الى نخبة الصفوة حتى لا يظهر اسم الحرس الجمهوري وكل ما يهمهم الان هو تسليم كل من حجز في العاصمة الادارية في اسرع وقت وعدم الاعتراض او فتح الموضوع السابق ذكره شكرا لاعتمامك كان فيه اجتماع امس وطلب منهم ترك الحديث واهم حاجة من حجز في العاصمة لاستكمال 26 سنة لا يملكوا استرداد ما دفعوا او استلام الوحدات رغم بنائها وذلك لاسباب امنية انا بس عايز انوه ان احنا غطينا الجرح بتاع البنت اللي بالمطوة ده بس عشان المنظر يعني حتى لما زالينا شافوه فوق كانت صعب جدا البنت اللي عرضها علي بتاعت اوسين احنا غطيناها كده ايوا دي احنا غطينا لان الجرح واصل من اعلى خدقة كده لحد رقبتها يعني مكان الروز ده مكانه الجرح المفتوح في الشهر فاحنا بنعتذر بس اضطرينا نغطي لان البنت متضمره وطبعا الشاشة فيها اطفال وفيها ستات وفيها ناس ما تقدرش استحمل انت انا نفسي بقدرت بقدرش استحمل الصورة بصراحة يعني ده بين اخصوص الرسالة بتاع البنت بتاع اوسين عشان كده بقول السيد وزير الداخلية ارجوك يعني اعمل عمل خير لربنا انسى الخلاف بس اعمل بنت دي ارجوك رجاء حر وقسما بالله لو عملت معا حاجة والله لو اشيد بك هنا واشكرك على عملك وانا كفيل باني اقدر اي انجاز ممكن تعمله بمناسبة عياد الشرطة المجيد احمل بنت دي ولو حصل هسمن بالله لو اطلع اشكرك على الهوى طيب نروح للرجل بتاع الحرس الجمهوري معلش يا راجل انت معلش طب انا اعرضت رسالتك خلاص يعني انت راحت عليك الفلوس وراحت عليك الوحدة اهو عدو في جمعية الحرس الجمهوري دافع فلوس من ستة وعشرين سنة حد النهاردة لا استلم شقة ولا خد فلوسه واخر اجتماع قالوله انه ما حدش يفتح الموضوع ده تاني خلاص لا اسباب امنية يعني كده الموضوع رح عليه خلاص انتهى ما يقدرش الحقيقة يفتح بقه نروح للرسالة اللي بعدها السلام عليكم استاذ محمد ناصر ابني ابعت لك الرسالة من داخل سجن الاناطر بس بلاش تقول انه ابعت لك انتو عرضت رسالة يا جماعة كده عيالنا شوية احنا والله خدنا الدرس وتعلمنا نمشي جوه الحيط ارجوك وصل رسالتي للاجمة حقوق الانسان الخارجية وبلاش اسمي عشان بحدش تأذب من المساجين ولك جزيل الشكر رسالة من داخل سجن الاناطر ابني عشان بس المشهد اللي انتو شفتوه بتاع بتاع الحرس رئيس مصلحت السجون بيقولك بنعمل ضميرنا ناس كتير طلعت وهم لسه ما طلعوش ناسيننا يكونوا ناسين الزيارة لا تزيد عن عشر دقايق وحوالي خمستاشر سجين مع خمستاشر زائر وكأنه سوق الثلاث احنا عايزين يرحمونا ويرحموا عياننا شوية احنا والله خدنا الدرس وتعلمنا ان نمشي جوه الحيط ارجوك وصل يعني رسالتي اللي قدر على حاجة يعملها الحقيقة يعني الرسالة اللي بعدها احنا اهالي منطقة كورنيش النيل بدميات اللي اتطردوا وتهجروا من املكهم واللي موجودين وبيتهددوا يوميا واسرهم بسبب الفساد والبلتاجية وحتى الان يتم التسطر على القضية وتجنب اصارتها للرأي العام ومحاسبة المقصرين ولذلك احنا بنطالب بتسليط الضوء وفتح الملف باستفادة عشان الناس المظلومة في البلد دي تقدر ترجع حقها كان في مقالة نشر في جريدة تابعة وزارة الاسكان اسكان مصر محمود محمد رغم توجيهات القيالة السياسية بازالة المباني المخالفة المقامة على املاك الدولة والمتعدية وبعت الراجل سورة الكورنيش النيل اللي تعطل وتوقفت منذ 2014 بسبب العقار المخالف اللي عائق طريق الكورنيش والبلتاجية اللي عجزت اجهز الدولة عن التعامل معهم بالقانون للأسف للأسف بيت ومخالف ملوش رخصة بناء وكمان على املاك الدولة وخارج بالكامل على خط التنظيم الحضاري للكورنيش النيل ومأول البلتاجية يوقف مسيرة التنمية الحضارية والمعمارية لمدينة دميات بأكملها ويحرم شعب من أبسط حقوقه في أنه يعيش في ملكه بأمان فين العدل والإنصاف يا بلد وبعت لنا سورة العقار أهو العقار أهو العقار أهو وبعت لنا كمان صورة جوية قادي العقار بسطلع إزاي طالع لوحده على فكرة هو موقف الطريق إسكان مصر نشرت أهو صاحب أمارة مخالفة ومتعدية على أملاك الدولة بدوميات يا تحدى القانون كان يوم لتنين سبعة ستمبر عشرين عشرين أهو شايفين يا حضرات نشرت إرفع السورة علي نشرت جريد إسكان مصر تصديقا للشكوى نشرت العقار أهو على فكرة ده أسفل تمعد بس العقار ده اتبنى في النص كده على أملاك الدولة وحرم الناس دي من الكورنيش ده ومشاديين يعملوا حاجة طبقا للرسالة اللي قدامي أهو الراجل أهو إحنا أهالي خلي الصورة منطقة كورنيش النيل بدوميات اللي اتطردوا واتهجروا من أملاكهم واللي موجودين بيتهددوا يوميا وأثارهم بسبب الفساد والبلطجة وحتى الآن يتم تسطر على القضية وتجنب إصارتها للرأي العام ومحاسبة المقصرين ولذلك احنا بنطالب بتسليط الدوق وفتح الملف باستفادة عشان الناس المظلومة في البلد دي تقدر ترجع حقها كان في مقال نشر في جريدة تابعة وزارة الإسكان اسمها سكان مصر اللي عرضناها من شوية دي محمود محمد أهو الجريدة اهيه رغم توجيهات القيادة السياسية بإزالة المباني المخالفة المقامة على أملاك الدولة والمتعدية دي صورة الكورنيش النيل اللي اتعطل وتوقف منذ 2014 بسبب العقار المخالف ده علي عرض نص الصورة اللي عائق طريق الكورنيش والبلطجية اللي عجز الدولة عن التعامل معهم بالقانون للأسف للأسف بيت ومخالف مالوش رخصة بنا وعلى أملاك الدولة وخارج بالكامل عن خط التنظيم الحضاري لكورنيش النيل ومأول البلطجية يوقف مسيرة التنمية الحضارية والمعمارية المدينة بأكملها ويحرم شعب من أفسد حقوقه في أنه يعيش بأمان فين العدل والإنصاف يا بلد اللي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لكم جميعا أرسلت من قبل على الوقت سرسالة بمهزلة تحدث في مستشفى طلخة المركزي والتي حتى تاريخه من خمس سنوات في طي حقا صح في طي حتى الألم بيحدث بها شيء والعمل بها في مبنى ملحق لها والعمل بها في مبنى ملحق لها وطبعا في إهدار المال العام وتوقف العمل وتوقف الشريان الطبي الحيوي لمدينة طرق الدقاهلية يأتي بعد ذلك استكمالا لهذه المهزلة تعيين طبيب يدعى أمير مديرا للمستشفى أو ما تبقى من المستشفى يعني مع العلم أن هذا الطبيب كان يشغل منصب مدير مستشفى نابرو وقد تم عزله للتورد في أمور مسياسة والقضية ما زالت إعمال محكمة تأدبية والتي لم تنتهي نهيكة طبعا عن توليه المنصب من قبل سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقاهلية ولنا طبعا في سعد مكي والطاقم المحيط به من هبة الشريف حشان مسعود حاليا وكيل وزارة الصحة بالشرقية العبراء وبقاءهم أو بقاءهم في منصبهم الرجل كاتب كده يا جماعة أنا مش جعب الأسماء دي مع العلم أنهم جميعا كانوا متعاونين مع مجد إحجازي المسجون حاليا وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية سابقا قبل الحبس وكان كل هؤلاء المفروض يكونوا في نفس القضية ونفس المكان ولكن لا أدري لماذا حتى الآن موجودين وبيعينوا الأسوأ وذو القضايا المسيسة وهو هو القرار للمصدقية الرجل عدم ذكر اسمي يعني يا حضرات اللي أنا فهمتم من الرسالة دي أهو وكيل وزارة المدرية لشؤون الصحة بالدقالية بعد الاطلاع على القانون رقم كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا نظرا لخروج الدكتور محفوظ السيد عبد المتجلي القائم بأعمال مدير مستشفى طلخة المركزي على سن المعاش وعلى موافقتنا المذكور مش عارف إيه تقرر الآتي مادة واحد ندب الدكتور الأمير محمد أحمد مبارك للقيام بتجسير أعمال مدير مستشفى طلخة ثلاث شهور تحت الاختبار الامضة سعد عبد اللطيف مكي صدق هذا الرجل صاحب الرسالة يا حضرات المستشفى بتاع طلخة عارف طلخة دي فين انت لما تنزل منصورة على الكورنيش بتاع المنصورة بعد ما تعدي أصر الشناول وبعد ما تعدي أصر ثقافة طلخة منصورة هتلاقي كبري عظيم عملوه الإنجليز كبري ضخ بيعدي معي القطر خلاص هو قدام مديرية أمن المنصورة دهلية طلخة بقى بعد الكبر دي على طول يعني طلخة دي مش مجاهل الصعيد ولا مجاهل الدلتة ده بينها وبين المنصورة النيل فرع النيل فرع النيل اللي ردم ونحطة منه وعملوا جزيرة الورد أو الله يعني طلخة دي اللي بينها وبين المنصورة فرع النيل ومع ذلك بيتبرعوا عشان مستشفى طلخة والعمل بيها وإهدار مال عام وتوقف الشرير الطبي وفي الآخر بيعينه الدكتور أمير مبارك وهذه الرسالة وانا قلتها يا عمي عشان بستعرف احنا ليه بنقول السيسي بيبني قطر أو بيعمل قطر بـ 362 مليار بينما مستشفى طلخة شاطرين احنا بس في الايه نشوف الكارتة كده اللي بعده أستاذ محمد أرجو من حضرتك تتكلم عن قضية دكتور شهابي الدين عبد الرحمن أستاذ دكتور بيكلية الهندسة بالجامعة الكندية تم قتله على يد اتنين سوائين تريلا عم بعد كسرهم الطريق عليه وحرس مشدة كلامية بين الدكتور اللي كان مع زوجته وبين السوائين وبعدها اعتادوا عليه بالضرب وأخذوه في العربية تريلا وجاريوا ولحقتهم زوجته زوجت الدكتور بالعربية بتاعت الدكتور ولقيته جثته مرمية على الطريق بعد أن تم قتله هو أنتو بتلموا كارتة بس الحادثة دي حقيقة ده الراجل هو حق الدكتور الشهابي لازم يرجع وفاة أستاذ جامعي على يد سائق ترلا يصير غضب التواصل الاجتماعي ده امتى ده يوم 11 دعا من 6 ايام بالزبط من 6 ايام يعني انتو فالحين تلموا كارتة بس الراجل يتقاتل قدام مراته يا ساتر راجل محترم اهو اتقاتل قدام مراته كده هو كده هو راح دمه كده الدكتور اسمه ايه دكتور شهابي وبعدين يا عبد الفتاح اين حق الراجل ده انت متخيل مصر بقت مرعبة قد ايه انت متخيل انك ممكن تبقى فوس تولادك ومراتك وفجأة يكسر عليك واحد ياخدك في عربية ويقتلك ويرميك جوسة ويجري هي دي مصر فين الاعلان بتاع السيسي هي دي مصر هي دي وزارة الداخلية هي دي الطرق اللي عملتوها بفلوس كتيرة جدا هي دي مصر دكتور جامعة سيئة عربية ترلا تكسر عليه ينزل كلمة منه وكلمة منه الراجل بيقول تاني اهو كلمة منه وكلمة من ده راحوا مواغدين وسحبين واثنين على واحد اكيد كتير يعني اكيد ده دكتور جامعة مش بتاع مطاوي والسنج والحاجات دي فاكيد كتير عليه اتنين وبلطجية يعني سوئين ناقل يعني وده راجل دكتور ورجل معذب واكيد يعني الحقيقة فرحوا الحقيقة اخدوه اهو بالصورة قلقي به من السيارة تفاصيل قتل دكتور جامعي على يد سائق اه بطريق الوحاة كمان يعني احنا رخاص احنا رخاص فعلا انت فلوس بس انت فلوس بس بقيت لي واحد من على نفس القضية دي بيقول كده احنا رخاص احنا رخاص في بلد الانسان فيها بينحد في الصخر عشان يتعلم وياخد شهادة جامعية يحاول بس يحجز بها دور في سوء العمل الطويل جدا من اجل وظيفة تأمله الاحتياجات الاسسية للمعيشة اللي بقيتش سهلة اطلاقا يكون عندنا دكتور زي الدكتور شهاب عبد الرحمن عدو هاي التدريس بكلية الهندسة بالجامعة الكندية انسان اكتهد وتعب في حياته عشان يوصل تبقى نهايته كده للمرحلة دي ما اكتفاش بشهادة البكالوريوس اتجه كمان للبحث العلمي وبدأ مشواره العلمي لحد ما وصل انه بقى الدكتور شهاب المعروف لعدد كبير جدا من الطلاب واللي درس لدفعات كتيرة ساب فيهم جميعا اثر طيب وكان نعمى الاخ الكبير ليهم كلهم قارت صورة اوالنفس قارت صورة اوالله يخليك وانا هقرأ رسالة انا هقرأ رسالة وكان نعمى الاخ الكبير ليهم كلهم على الجانب الاخر عايش معانا في البلد فئة مستهترة الا من رحم ربي غيبة عن الواقع طول فترة شغلها بتلاقيهم مبرر دا يعيني بيشتغل وقت طويل هل يؤقل يا سادة ان تنتهي حياة الدكتور شهاب على يد اتنين مجرمين بطريقة بشعة يستحق ما هو اكثر من الشنق انبارح السبت على طريق الوحات مساء على فكرة الحادثة حصلت بالليل انبارح السبت مساء على طريق الوحات عربية نقل تكسر على الطريق على عربية الدكتور شهاب وزوجته الدكتور يزعع للسواء وينبه انه يلتزم بالطريق يقوم السواء وهو من معه يختف الدكتور داخل كمينة عربيتهم ويعتدوا على الدكتور وينتهي الامر بانه زوجته تلاقجوا السواء شريك حياتها على الطريق بعد ما قدوا عليه يا حضرات على فكرة عملوا هاشتاج اسمه حق الدكتور شهاب لازم يرجع الطلب الطلبة بتوعه عملوا هاشتاج اسمه والرسالة دي من اسبوع اسمه حق الدكتور الهاشتاج ده من اسبوع حق الدكتور لازم شهاب لازم يرجع احنا رخاص فعلا احنا بجد رخاص فعلا بجد دي البلد دي بلد السيسي دي دي البلد اللي بيفت دي بلد حاجة والإعلام حاجة تانية رحم الله والدكتور شهاب وانا الحقيقة اتمنى اتمنى لا املك الا ان اتمنى انه الداخلية والنيابة المصرية تقول الست حتى مين اللي قتل جوزها يعني تقتلوا قدام عنيها يعني مين اللي قتلوا لاني مؤكر الست الدنيا ليل ودي 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 ست لوحدها وجلت رأيت جوزها مرمي عالجام مطع اخذتش رقم عربي انا اعرفش تفاصيل جريمة البشعة دي ايه عالم مصر دكتور هندسة في الجامعة الكندية راح بلاش بلاش وده مصيرة كده اخر رسالة معايا الاسبوع ده يعني ورسال كتير جدا جدا معلش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مواطن عامل شكوى رقم كذا في رئيس حي النزه اللواء خالد عقل بسبب انه كان واخد عربيتي من جراج بمساكن شرطون بدون واجه حق رحت له اكتر من مرة من مئة مرة مش عايز يصرف للعربية اخر مرة قابلته بالشارع قال لي مش انت اللي عامل شكوى بسبب العربية دي انا مش انديك العربية مهما عملت اعتذرت له بدل المرة الف في الشارع لان فعلا محتاج العربية عشان ما ديون بفلوس لغاية دلوقتي قال لي تعالي المكتب اصبح وفعلا روحت له مكتبه تاني يوم مرضيش قابلني قابلني المعانس احمد عليها اندي سكرت الحي عرض علي المشكلة يشوف ليها حل كان رده علي حل لمشكلتك دي انك لازم تتنازل عن الشك واللي عاملها في رئيس الحي وانا هديك العربية بالفعل خلني صورت بطاقتي وكتبت له تنازل عن الشك والمقدمة مني بعد ما خال التنازل قال لي تعالي يوم الخميس وانا هديك العربية للأسف روحتول الخميس قال لي ما عنديش حل تالي تعال الحد روحتول يوم الحد الموافق تلاتة واحد كان رده علي غريب جدا اني حل مشكلتك مش عندي لو عايز العربية ما فيش قدامك حل غير انك تخلي واسطة تكلم رئيس الحي طب انا دلوقتي ما عنديش واسطة غير ربنا سبحانه وتعالى وانا كان عندي ثقة كاملة في قانون بلدنا انه عمره بيجي على حد ضعيف لكن باسلوب رئيس حي النزهة اللي هو خالد عقل فعلا اثبت لي العكس ان الضعيف واللي مالوش ضه ما يتكلمش في اي حق من حقوق وكا مواطن اتمنى من حضرتك الاهتمام بالشكوى المقدمة لتاني مرة اه الامانة خبر الدكتور شهاب اهو ايوم 11 سحل واسف العجلات القبض على السائق ده سيد استاذ جمعي ده الامانة يعني طيب الحمد لله انهم قوضوا اتمنى ان شاء الله نلاقي اجراءات محاكمة لكن بالنسبة للراجل ده رئيس حي النزهة اسمه اللوة خالد عقل رئيس حي النزهة اسمه اللوة خالد عقل هو مساكن شراتون دي عند المطار ايه عربية ايه وبيقولك تراكنها عند مساكن شراتون من جراج مساكن من الجراج بمساكن شراتون ايه علاقة رئيس الحي بالجراج اللي في مساكن شراتون ودي منطقة كويسة جدا ايه العلاقة مش شاهم انا يعني مش قادر رفعا بصراحة هل دي عربية ايه يعني يعني خدها من الجراج ليه مخالفة في ايه مراكنة على كل حال انا ببلغ السيد وزير التنمية المحلية اللواء اركان حرب شعراوي مش كده مش اسمه شعراوي وزير التنمية المحلية محمود محمود شعراوي يا شعراوي مين اللي هو خارد عقل ده طب سيبك من الرجل زعب العربية يا شعراوي وانت رجل ما تعرفش ربنا ما عندكش دين ولا ضمير بس انا عايز اسألك سؤال انت سيبك من الرجل بتاع العربية انت دور ورا اللي هو خارد عقل بيعمل ايه ما دي مشكلة صغيرة بدل ما انت تبقى خرنج انت ومحافظة القاهرة اللي هو عاطف مش محافظة القاهرة اسمه عاطف برضو اللي هو طيار عاطف اسمه كده الراجل اللي السيسي قال له انت غاية تعمل ايه اللي قلم له السيسي ده يا سيدة محافظة القاهرة انت لو قدسوا بعض محافظة القاهرة لوا ورئيس الحي لوا ووزير التنمية لوا يقرب بيت ابوكم لوا السؤال بقى دوروا وراء خارد عقش لانه مؤكد ان خارد عقل ده بص فتاحه على البحر والله يعني ازا جعل عربية واحد ركنها في الجراش ما بالك بيعمل ايه بقى ده قصة اصلحي النزهة ده ده حيه اصله فخم جدا والله حيه جامد جدا يعني يعني مش حيه كده غلابة لا مش بولابو العلة ده حيه نزهة حبياخد حتك بانطان ده فيه ده بيتماس مع مصر الجديدة حيه شوفوا الراجل ده بياخده من المحلات ايه السبب بيه اللي طالع بيها لان ده الراجل ده في الوقت انا متأكد انه بقى عربيته انا متأكد انه هو عمل العربية دي الولأ وبعها عربيته راجل الغلبان ده يا عم يا بتاع العربية ما تستناشى العربية انت عايز الحقيقة ولا عايز نتحك عليك العربي دي تباعت اتعمل لها ملافة في المرور وتباعت وشكرا انا مش عايز عالك بس خليك واقعي مش انت روحت له كذا مرة مش بوست ايده مش اعتذرت له مش قالولك اتنازل عالشاكوة ويرجعها لك اتنازلت ليه بيعمل معاك كده مش لانك انت عملت شاكوة لأ لانه واخدها وبعها اتعمل لها ملافة في المرور ودي اسأل حاجة في مصر عربية تماما سروقة يتعمل لها ملاف وتبقى عربية زي الفل وتتباع وخالد عقل ده اسمو خالد عقل درب فلوسها في جيب انا بالرسالة دي للاسف هاني الحلقة دي والحقيقة اقول لكم انه الجيش التونسي الان يجوب شوارع تونس بالتعاون مع قوات الشرطة تقوم بدوريات مع الجيش في جميع جهات تونس لانه واضح ان تونس الحقيقة بقت على شفا انقلاب زي بتاعتين ستة ان شاء الله مش يحصل ان شاء الله والتونسة اوعى من كده لكن الخبر قدامي وزارة الدفاع التونسية قوات الجيش تقوم بدوريات مع الامن في جميع جهات البلد الى هنا انتهت الحلقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة